ارهابي يتولى منصب محافظ بابل بهذا الوصف استهل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تقريره عن القيادي في ميليشيا العصائب عدنان فيحان والذي تسنم مؤخرا منصب محافظ بابل بعد تصديق رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد على مرسوم تعيينه وبحسب المعهد فإن فيحان الذي يرأس كتلة ميليشيا العصائب النيابية المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية أصبح محافظا لبابل رغم أنه أحد أفراد الميليشيات المتورطة بالهجوم على مركز التنسيق المشترك في محافظة كربلا عام 2007 والذي أدى إلى مقتل واختطاف خمسة أمريكيين بعد أن اعترف عليه زعيمه قيس الخسعلي حيث أطلق سراح الاثنين بصفقة عام 2010 مقابل انخراطهما بالعمل السياسي قام فيحان بحملته الانتخابية على أساس برنامج يرفض فكرة إعادة مهجري قضاء جرف الصخر الذي سيطرت عليه الميليشيات برعاية إيرانية بعد تهجير جميع أهله منه كما قاد بحسب تقرير معهد واشنطن حملة لترهيب الناخبين وحشو صناديق الاقتراع خلال الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018 ما أدى إلى زيادة عدد مقاعد ميليشي العصائب من مقعد واحد إلى خمسة عشر مقعدا في عملية تصويت شهدت مقاطعة شعبية واسعة بحسب تقارير محلية ودولية يعتبر فيحان أقرب مستشار للخزعلي ومصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية كما يعد وجها بارزا ضمن منظومة الفساد التي تستخدمها الميليشيات لتمويل أنشطتها وهو ما يفسر دوافع الرفض الجماهيري في محافظة بابل لتوليه هذا المنصب والتظاهرات التي خرجت احتجاجا على محاولات الميليشيا إحكام سيطرتها على مقدرات المحافظة عبر انتخابات سورية تكرس المحاصصة بين الأحزاب والميليشيات المهيمنة على تفاصيل المشهد في العراق اشتركوا في القناة